تهدف هذه الأدات إلى مساعدة المدن على بناء قدرتها على الصمود الاقتصادي من خلال فهم نقاط القوة والضعف الكامنة في ترتيباتها المؤسسية والتشغيلية من منظور التعافي وتقييم هيكل اقتصادات المدن وأدائها ويسهم ذلك في بلورة فهم واضح للأداء الاقتصادي لكل مدينة وأثره على درجتها شاشتها وقدرتها على الصمود ودعم عملية تصميم وتنفيذ استراتيجيات التعافي لمعالجة الثغرات وتسريع التعافي على نحو أفضل وتحسين القدرة على الصمود على المدى الطويل تتكون أداة التشخيص والتخطيط من خمسة مكونات للمرونة الحضرية وهي ظروف سوق العمل وبيئة العمل والحوكم الاقتصادية والبيئة المالية والبنية التحتية للخدمات والنفاذ وترصد الأداة من خلال 17 مؤشرا أساسيا وتسعة وخمسين مؤشرا فرعيا نقاط قوة وضعف كل مدينة وتوفر اقتراحات لمجالات التطوير وتطبق الأداة مبدأي الشمول والمراعاة لمنظور المساواة بين الجنسين في عملية التعافي وتحقيق المرونة الحضرية ترجمة نانسي قنقر